ننعى لأبناء شعبنا وأمتنا الشهيد البطل والقائد الكبير خضر عدنان الذي استشهد نتيجة جريمة اغتيال مباشرة ومتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ما حدث مع الشيخ خضر عدنان هو جريمة مكتملة الأركان الشيخ خضر عدنان بعد ثمانين يوما من الإدراب المفتوح عن الطعام كان في زنزانة انفرادية بدون أي رعاية طبية وبدون أي مرافقة طبية من قبل قوات الاحتلال وهذا يعكس أن هناك جريمة مبيتة مكتملة الأركان مرست بحق الشيخ خضر عدنان نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكامل عن هذه الجريمة وبالتأكيد هذه الجريمة لن تمر دون رد فلسطيني الشعب الفلسطيني مصمم على استمرار القتال مصمم على استمرار الصمود هذه الجرائم الإسرائيلية المتتالية لن توقف أبدا مسيرة المقاومة ومسيرة الجهاد نحن ماضون في المقاومة ماضون في الجهاد مهما كانت التضحيات ومهما بلغت التضحيات خضر عدنان استشهد أدى رسالة عظيمة ورسالة كبيرة شهادة تعتبر انتصار للحرية انتصار للشعب الفلسطيني انتصار لكل الأحرار هذه الشهادة ستبقى وسام فخر في جبين خضر عدنان وفي تاريخ خضر عدنان الرجل بحجم خضر عدنان ما كان يمكن أن تكون خاتمة إلا بالحرية أو الشهادة هذا هو الطريق الذي اختاره وهذه هي النهاية التي أرادها والتي وصل إليها ولذلك نحن اليوم نؤكد استمرارنا في نهج المقاومة والثبات على ذات الطريق الذي مضى عليه خضر عدنان طريق الحرية طريق الثبات طريق الجهاد طريق السورة ترجمة نانسي قنقر